السلام عليكم ومرحبا بكم في دار المقاويل في هذه السلسلة من دروس الماركتين والليوم سنرى فيها التسويق الرقمي أو سكون أبيل الماركتين ديجيتال سنبدأ أولا بالإجابة على ما هو التسويق الرقمي ثانيا سنقدم لكم لديمار استراتيجيك للتسويق الرقمي فيما بعد سنتكلموا عن الأدوات لها التسويق هذا وفي الأخير سنلخص لكم النقاط التي تركزوا عليها إذن كتعريف لهذا التسويق الرقمي فهو مجموعة من تقنيات ديال التسويق اللي كتستعمل واحد دي سكون أبيل السوبر نميريك مثلا الحاسوب أو اللوحة الإلكترونية أو الهاتف المحمود إلى غير ذلك من الأدوات الأهداف ديال التسويق الرقمي هما مثلا تحسين المبيعات أو تحسين الصمعة ديال العلامة التجارية ديالكم أو تطوير لكومينوتي ديالكم عبر الإنترنت التسويق الرقمي عنده واحد للمنهج اللي كيعتمد على سكون أبيل ونبوش ملتيكانال فهو كيجمع لعديد ديال القنوات مثلا التسويق عبر الويب عبر المواقع عبر المنتدايات أو تسويق في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك تويتر لينكتيني لغير ذلك وتسويق عبر الهاتف النقال عبر التطبيقات أو تسويق عبر الإيميل خذكم تعرفوا بأن تسويق الرقمي تخضع لواحد العدد من المؤشيرات المهمة كأهمية المحتوى أو المضمن ولاس كنا باللو كونتوني المحتوى كدما كانت الجودة ديالو مزيئنا غد يعطي واحد العدد مهم من الفيزيتور ديال المواقع ديالكم وأيضا منسوج أنه في تسويق الرقمي كين الأهمية ديال استعمال والاستعانة بالهاتف النقال بحيث أن أحدد الأبحاث عبر الهاتف كيو الليو في بعض الأحيان مرتفعين على ديال الحاسوب ندوز هذا بضل دمارش استراتيجيك ديوب ماركيتين اللي كتكون من ثلاثة ديال المراحل وهي أولا جلب الزبون المحتمل ثم تحويله إلى زبون حقيقي وفي الأخير القيام أو العمل على وفاء هذا الزبون بالنسبة لجلب الزبناء فهذا المنهاجية الهدف ديالها هو جلب أو رفع لتخافيك سيغل بلاتفورم يعني كنزيد من العدد الزوار حول موقع ديالكم يمكن ذكروا وجوش ديال الاستراتيجيات اللي ممكن تعتمدوا عليها واللي هما لكيزيشون ديالتخافيك ولا لجنراسون ديالتخافيك اللي هما بجوج ما كيكونواش الهدف الضروري من العملية ديالكم يقدر كل هدف هو تفعيل عوامل أخرى كالبغندين أو لانوتوريتي يعني تحسين صورة للعلامة التجارية ديالكم الثانية هي تحويل الزوبناء هذا التحويل قد تطلب منكم ماذا سيسمى التونيل لكون فعال بحيث ان عدد المراحل التي تددي المستهلك لشراء ديال واحد المنتوج خاصة تكون صغيرة بما امكان باش الزبون لا يحسش بالملل المرحلة الثالثة هي الحفاظ على الوافع للزبون هذه المرحلة مهمة جدا وخاء مؤخرا بنا كنلاحظوا ان من الأهمية التي تعطي أكثر للجنراسة الرافك أكثر من الفيداليزاون وهذه الفيداليزاون تستند على مبدأ تحسين القيمة التي كانت تحديد الزبون عن طريق استعمال البلاتفور بعد ذلك نمرر الأدوات للتسويق الرغمية والميزة هي واحدة كبيرة من الأدوات وهما مثلا الـ QR code الـ M component المترجمات 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 بالنسبة لـ QR codes أو Quick Response أو الإجابة السريعة والتي نسميهم أيضا الفلاش كود هما على شكل كودة بخ لديهم دو ديمانسيون في السمارتفون لديهم كاميرا وبرامج إلكترونية يمكنهم منفك هاد الكود دو ديمانسيون وهذا شيء يشغل عدد من العمليات الممكنة مثلا فتح موقع إلكتروني او إرسال اسمس أو الحصول على كود تخفيدي إلى غير ذلك بالنسبة لـ M Component فهو عبارة عن قصيمة ديال تخفيدي اللي كتكون مرسولة للهواتف نقالة ديال الزبناء ولكن خاصة طبيعة الحال الحصول على الموافقة ديالهم قبل ما نصفتوهم لهم باش ترفع من معدل ديال العودة أو ما يسمى بلوتوت غوتوغ بالنسبة لـ نقوم هنا باستعمال ميكانيزم ديال الجو بشي خدمة أو لا شعار ديالكم باش تسهلوا الوفاء ديال الزبناء مثلا بنسبة لـ أي الـ هو التقاء بين واحد العدد من الشبكات الاجتماعية فيما يخص لـ يعني تحديد الموقع الجغرافي وكذلك الاستخدامات الجدود ديال هاتف النقال فاشت مثلا كيكونوا قريبين لمحلات تجارية لذي تستخفيديات يمكن لهم يستفدوا من تخفيضات مخصصة أو لا يقدروا يشاركوا في المسابقات بالنسبة لـ او تسويق عبر الاساماس وعبارة على إرسال الاساماس بكثرة وأقل كلفة وتقدر تكون عبارة عن دعوات عروض إعلانات مواعيد إلى غير ذلك فقراءة هذا الاساماس تكون تقريباً انتون غيال وفي هذا الاساماس كيمكن لكم تزيدوا انليا انترنت أو رقم هاتفي لقدر إكليك عليه الزبون وكيوفر الاساماس ماركتين واحد العرض لتتبعوا الإحصائيات بفضل يعني واحد الرسالة اللي كتأكد لنا أن الزبون توصل بالاساماس ديالنا وإدارة يعني عدد الناس اللي مبقاوش مقيدين عندنا أما فيما يخص البوش نوتيفيكيشن هي واحد الميزة مفيدة لزابليكاسون اللي تحتاج لشي معلومات جديدة في حال التواجد عروض جديدة بحيث تصفت أيضاً رسالة مباشرة لكل المستعملين ديال هادل لزابليكاسون لزابليكاسون ديال الأخبار أو الإرسال الفوري كيستعملوا هاتتقنية بزاف بالنسبة له نفسي أو نيرفيل كومينيكيشن هو واحد تقنية للتواصل عن قرب اللي كمكن من تبادل المعطيات ما بين سمارتفون وان لكتور ولا ما بين جوج ديالي سمارتفون فكنا نلاحظو أن بزاف دياليزابليكاسون تحويلات المالية كتسجلوه ونقاط الوفاء كتراكموه بنسبة للمستعمل إذن كخلاصة لهذا الفيديو شفنا في المرحلة الأولى شنه هو التسويق الرقمي وعرفنا بأنه مجموعة من تقنية للهدف ديالها التسويق على مستوى عدة قنوات بحال مثلاً الحواسيب اللواحة الإلكترونية أو الهواتف الذكية ثم تعرفنا على عدة خصائص متعلقة بهذا التسويق بحال أهمية المحتوى وأهمية السعانة اللواحة والحظة كما رأنا اذا وهو الرفع من عدة زوار المواقع ثم تشجيع romanz لح探ت ال którego وضع منظومة لتدبير وفاء الزبناء ومن بين الأدوات المستعملة ذكرنا واحد العدد المهم وهما الـ QR codes الـ AMCOPONING GAMIFICATION SOLOMO SMS MARKETING PUSH NOTIFICATION GEOOLOCALIZATION NFC بهذا كنت نوصلنا للنهاية لهذا الفيديو كنشكركم على تتابعكم موعدنا على البلاتفورم دار المقاويل لكي نتواصلوا معكم ونجاوبوا على التساؤلات عبر التشات كما يمكن لكم أيضا جاوبوا على الكوز وإلى اللقاء مع فيديو جديد